موسيقى شاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد من بلد المفدي زكارية البلد التي قيل عنها إنها ترضع أبنائها حب الكل العربي قبل حب ترابهم من الجزائر بلد المليون شهيد الجزائر الشاعرة الجزائر التي تعلم أبنائها كيف يرصعون بأقلامهم جبهة التاريخ حتى يحفروها بمداد من نور وهكذا هي الشواعر أو الشاعرات ينظرنا بعين من يحاول أن يغرس بذرة الضوء في أرض الوطن الكبير حتى يبلغ ثمرها المشرقين والمغربين معاً في آن ويكون لبيان الشاعرة ما يضاهي بيان الشاعر وربما زيادة شاهدين الكرام اسمحوا لنا أن نرحب بضيفتنا هنا معنا في الأستوديو الشاعر الجزائرية الأستاذة فاتحة معمري حللت أهلاً ونزلت سهلاً على بيت القصيد أهلاً وسهلاً بكم ومرحباً شكراً جزيلاً العفو منك أخي مستفى على هذا التقديم يا حي الله بكم وأهلاً بكم من جديد أهلاً أستاذة فاتحة بحدود ما تودين أن نعرف حدثينا عنك وأخبرينا بما تودين أن نعرفه منك والله هذا أصعب سؤال يمكن أن ولو أنه سؤال روتيني أنا أحاول أن أكتب شيئاً يمثلني ولازلت ألهث خلف النص المثالي ولم أصل إليه بعد القصيدة المثالية هل ترين أن فاتحة معمري ممكن أن تكون بيتاً شعرياً في القصيدة العالمية هل تسعين من أجل ذلك؟ هل هذا حافز وهاجس يسكنك؟ أنا كنت أدعو دعاء قديماً وأذكر أنني دعوته قديماً أيضاً وأنا أقف عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت الله أن أكتب شيئاً لا ينبغي لأحد بعدي في النبي عليه الصلاة والسلام وكلما أرى شعراء يكتبون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أغبطهم طبعاً وبعض النصوص الكثيرة نتمنى أن لو كنا نحن من كتبها وهذا التنافس الأخير في محبة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كتابة عنه إنما هو شيء جميل يعني يبشر بالخير أن حب النبوي يسري في عروق الكثير من الشعراء إذا كان سليمان عليه السلام طلب ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأنت طلبت شعراً لا ينبغي لأحد من بعدك سخر الله له الجن وربما يسخر الله لك كذلك هذا في أمر الغيب كثير من الأفكار والطائف الجميل الذي من الممكن أن يفتح عليك فتح العارفين إن شاء الله كتبت بعض النصوص لم أتجرأ بعد على قراءتها لأنني حاولت أن أكتب شيئاً مختلفاً ولكنه لم يطرح بعد أنا أنتظر الوقت المناسب لأقدم هذا النوع من المديح النبوي الآن أنا أكتفي في الظاهر لكن ما السبب الذي جعلك تتوقعين أن الوقت غير مناسب لمثلاً قراءة مثل هذه النصوص؟ هي المعيار ما يحدث نحن دائماً في الساحة الأدبية الآن نراقبها ونرى ما هو المطلوب في الساحة ماذا يريدون كيف ينظر الناس إلى نوع معين من الكتابة دائماً نضع في أذهاننا كيف سوف يتقبلون هذه النصوص أو هذا النوع ربما المخالف الكتابة ولكنني أنا ولكنني بصراحة أنا دائماً عندما أكتب لا أضع في ذهني المتلقي بقدر ما يهمني أن أكتب ما يمثلون لكن ماذا عنيتي بقولك ما يريدون؟ لأن أحياناً الساحة الأدبية تفرض خلينا نكون سرحة يعني وغير مجاملة تفرض أحياناً على الشاعر حتى القصائد هناك قصائد على الشاعر ما يكتب أو لا أقول ما يكتب لأن ما يكتب شيء آخر ما يقدم نعم لأن حتى المنابر مثلاً القصائد التي تقرأها على المنبر غير القصائد التي تقرأها في جلسات هذا الموضوع المنبر شيء مختلف لكن أنت تتحدثين عن الساحة على الساحة وأن هناك ما يفرض على الشاعر شكلاً معيناً مثلاً من أشكال الكتاب عليه أن يتقيد به هل صح ما فهمته؟ لا 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 ليس الشكل كشكل يعني أنا لا أتحدث عن الشكل الكتابي بقدر ما أتحدث عن الفكرة كفكرة معينة لأن الفكرة في حد ذاتها والقراءة الشاعر والمخزون الثقافي للشاعر والموروث الثقافي للشاعر والمرجعية الثقافية والدينية وغيرها للشاعر تختلف فالشاعر لا يمكن أن أقرأ نصاً أجد نفسي كأنني أتحدث وحدي مثلاً لا نختلف على هذا لكن وصلني منك أن أنا أو أن جمهور الكتاب أو أن الشعراء يعني محكمون بالواقع مثلاً مقيدون مثلاً الكثير من منهم هذا واقع هل هناك يعني مثلاً أسباب غير مباشرة يعني توجههم ليكتبوا مثلاً شيئاً ويبتعدوا عن شيء مثلاً في الكتابة؟ يعني هذه الفكرة لم تتضح لي هذا واقع أن الشيء كثير تفرض على الكاتب أن يكتب إما أحياناً ساحة الأدبية هي أشبه بسوق سوق العرض والطلب يعني فبعض الشعراء يرون أن هذا النوع من الشعر هو اللي عنده جمهور كثير من الشعراء يبحث عن الجمهور ويبحث عن الانتشار فيخطو أو ينحى بهذا المنحة حتى يصل مثلاً بعض الشعراء يقول لك لا هذا هو المطلوب أن يكتب من هذه الناحية يعني كأنه يبدو أننا سنختلف كثيراً في هذه الحلقة لكن أرجو أن يكون اختلافاً صحياً يقود إلى معرفة إلى علم إلى تجربة إلى الطلاع بحيث يستفيد الكثير ممن يتابعوننا نعم لأن الاختلاف هو الذي ينتج الجديد طبعاً أكيد أكيد لا شك ذلك خذينا إلى ترجمان النور إذا أحببتي سنبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كفاتحة ترجمان النور يتيماً فآواه ولما اغترابه بلى والضحى إذ يفتح الله بابه فكان اكتمال الأمر لحظة مسه من الوحي قرآن يتم نصابه يا صلاة فزمل نوم الكون ضوء ارتعاشه ودثر تصديق اليقين ارتيابه وأثث قحط الوقت من نخل عدله وصب على شح المكان قرابه كأن سكون الغاري ألقى سؤاله عليه فرد الله عنه جوابه دعاه فقال قرأ وما هو قارئ يعيد له قرأ يا نبي كتابه أتاه حضوراً كي يغيب عن السواء يا صلاة ويشرح إدراك الحضور غيابه تعرق فيه الغيب حمل عاشق يرتب من طقس العناق اضطرابه له السر سر الباء في بسملاته تذوقه في السر حتى أذابه يلقنه جبريل زيت سراجه ليوقد حباً عن سؤال أجابه التصالح فيه الماء والنار والتماء إلى ظفة المشكات يهدي رضابه يا سلام شفيف كأن الماء كأن الماء كون جسمه يبدد من عين الصفاء صرابه قريب من الله القريب لقلبه يفسره التقريب قوساً وقابه قابه يطمئن في خوف الأمان حمامة ينبهها المعنى فتقصد بابه وتودع في اللا شك أسرار بيضها تؤثث من عشب اللقين رحابه لطائف سر ترجمان لشوقه إذا نطق الإصغاء ألقى خطابه تلعثم ثغر الرمل عفواً تلعثم ثغر الغيم لحظة قصده الله وأعشب قلب الرمل حين أصابه تلعثم ثغر الغيم لحظة قصده وأعشب قلب الرمل حين أصابه تردده الصحراء نهراً مسانما يعبد من نبض الحياة شعابه تردده الصحراء نهراً مسالما يعبد من نبض الحياة شعابه ليرسم في الدنيا تفاصيل ضوئه نجوماً تربي الأرض أعني صحابه يا سلام وما كان فض القلب بل ليناً إذا تغلض قلب الطين أرخى حسابه له شرفة في الشمس تمنح ليلهم تمنح ليلهم له شرفة في الشمس تمنح ليلهم عيوناً ترى خلف الجبال قبابه تحاصر أدغال النفوس بضوئها وتكشف عن زيف الظلام حجابه الله عليك يا سلام وتلبس أزهار الهدى من محمد ثياباً وسرب النحل أهدا ثيابه وكان لنحل الذكر ريق محمد يا سلام وكان التقاسيم المروج خضابه فكل جمال الكون بعض جماله وأطيب عطر الورد يعني سكابه يقول لنا التاريخ مر بخاطري فعتقت من تمر الذهاب إيابه ليشرب من ضاع بغير حقيقة ويسكر صحواً من يذوق شرابه فمن ذاق يدري كيف يسلك طعمه فمن ذاق يدري كيف يسلك طعمه ويسرق من حال السحاب سحابه هو الحب في فقه السلوك يجيزني لأروي من عين اليقين صوابه تواصوا به حباً وصلوا وسلموا على خير من مس التراب جنابه تواصوا به حباً وصلوا وسلموا على خير من مس التراب جنابه يا سلام صلى عليك القلب تسليماً عليه أفضل الصلاة والتزكية السلام برك فيك على هذه القصيدة العالية أستاذ فاتحة شكراً جزيلاً يعني قليلات هنا الشاعرات الأواتي برعنا بالكتابة على بحر الطويل فكيف إذا كانت الكتابة على هذا البحر وكذلك في مثل هذا الموضوع الحساس الذي يشبه السير بحق الألغام طبعاً والله دائماً بطالما طرح علي هذا السؤال كثيراً في قضية البحور خاصة طويل خاصة وأن ثلث الشعر العربي على هذا البحر أنا في رأيي أراه قضية البحر هي قضية هيكل فقط هيكل جسيء لهذه القصيدة والبحر الطويل في نظري هو الأسهل من ناحية كونه يعني فيه تفعيلات أكبر فيه متنفس أنا بالنسبة لكل مكانة التفعيلات أطول لماذا سميه الطويل؟ لأنه فيه نفس طويل فأنا أراه يعني أختلف مع من ينظرون إليه أنه النوع الأصعب من البحور أنا أراه العكس فيه متنفس يعني حتى أننا لما كنا ندرس وتعلمنا العروض في مرحلة المتوسط كنا بدأنا بالطويل كان بإمكانهم أن يبدأوا لنا ببحور يعني هي في نظر الآخرين ربما أسهل نعم بالعودة إلى فكرة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على ما ينشره الشاعر هل يمكن للشاعر باعتقادك أن يرسل ويجتنب الاستقبال أم أنه في هذا الزمن بات محكوما بفكرة التواصل مع المتلقي بلغة الفعل ورد الفعل هل الشاعر مجبر على ذلك أعتقالي الآن نتساءل أولا قضية الانتشار الانتشار أحيانا يكون بصدفة أحيانا يكون بضربة حظ وأحيانا يكون بالشعر الحقيقي الذي يهمنا في الانتشار أن يكون الانتشار بالشحر الحقيقي لكن وسائل التواصل الاجتماعي الآن قدمت فرصة للشعراء من ذهب ما كان يحلم بها الشعراء قبل وسائل التواصل الاجتماعي أي فرصة؟ لأن قبل وسائل التواصل الاجتماعي كان الشاعر محكوم بهيئة ثقافية معينة ما الفرصة التي تقصدين؟ أكمل لك الفكرة كمثلا وزارة وزارة الثقافة أو اتحاد الكتة الأمور المتعلقة بثقافة فكان عليه أن ترضى عليه هذه الجهة الوصية حتى يقرأها نصا أو حتى تكون عنده فرصة في منصة ما الآن في وسائل التواصل الاجتماعي وما أتاحته خاصة في قضية المسابقات بين قوسين المسابقات لا تصنع الشاعر ولكنها تساعده في الانتشار نعم في الانتشار فالآن في سبب أو بفضل وسائل التواصل الاجتماعي أصبح جواز سفر الشاعر في الانتشار هو نصه لا يحتاج أن ترضى عليه جهة معين هذا الجانب الإيجابي طبعا حسنت تبقى قضية الأذواق الآن في المتلقي ماذا يريد المتلقي؟ هناك شعراء يكتبون شعراء نخبة لا يقرأ لهم إلا النخبة وأنا واحدة أقرأ لبعض الشعراء عدد الإعجابات ممكن على نصوصهم لا تتعدى الخمسين أو الثلاثين أو العشرين بينما شعراء آخر لا عندهم تجد بالآلاف ولكن يكتبون بطريقة ربما نصوصهم تصل من الأعلى إلى يعني نصوصهم ممكن أنها تسعف الذائقة كلها يعني على اختلاف المستويات إلى نهج اليقوتة إلى نهج اليقوتة هذه القصيدة بالمناسبة هي على نهج اليقوتة هي لجدي الشيخ عبدالقادر بن محمد الملقب بسج الشيخ وهو أحد المجاهدين الكبار الذي قبل حتى دخول الاستعمار الفرنسي حارب الاستعمار الإسباني في الجزائر ما شاء الله وهو أحد كبار العارفين بالله يعني فكان شعاره السيف الجهاد والقرآن الكريم وإطعام الطعام وبعده أحفاده أولاسي الشيخ الذين الثوراء الشعبية في الثورات الشعبية الذين حاربوا الاستعمار الفرنسي ونكلوا بفراز علما أنه يعني يمتد نسبه ونسبنا جميعا إلى الخليفة صديق إلى الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما شاء الله القصيدة كتبتها به أم أن الفكرة تدور في فلكه وفلك أخلاقه هي كانت مناسبتية تقريبا لأن كان عندنا مؤتمر حول شخصية جدنا وكنت قد حضرت هذا المؤتمر تفضل وكتبت يعني نحن موعدون بقصيدة خاصة قصيدة بوية تصلح أن نسقطها على الكثير ممن يجعلون حياتهم وقفا لأبناء أمتهم حتى يضعوهم على الطريق المستقيم ويضيء لهم من دمهما الطريق تفضل نعم وأسميتها التائية الوسطى لذلك لأن للعارفين عموما أربعين تائية فأسميتها التائية الوسطى لتكون فيه على ضفة اللقيا أعب حقيقتي وتفرغني ذاتي لأشهد غيبتي أريق جرار الوجد وهي تريقني وأملأها مني لأفرغ جرتي يا سلام أشرت إلى الرؤية أراود حكمة من العالم العلوي حطت بخيمتي فأشعلت تأويلي وهيئت فكرتي ومن رغوة المعنى أعتق قهوتي وأنفخ جمري من بخور مقامها أقيم نذوري لاحتمالاتي شاقتي تسللت فيها ثم أخرجت روحها لتدخل صلحا بين صحوي وسكرتي فكانت من النار الخليل وكنتها سلاما سماحي بين برد وشدتي السماح هنا نسبة إلى جدنا السماح رحمة الله عليه فكانت من النار الخليل وكنتها سلاما سماحي بين برد وشدتي وحين ابتدا فينا الشراب كأننا ندير كؤوس العاشقين بلهفتي همست لها كيف الحديث بمن دعا عنان الجبال الراسيات فلبتي فلا تعتبي أني شطحت لذكره فلو عشقت عشقي الصخور لجنتي لجنتي وقد أدركت وجدي تفجر ماءها تبيح شقوق الروح حين تشضتي فصبي على الكأس المزيد تكرما فلو أشفقت كأسي قضيت بردتي وردت ورود الهيم أشرب لسعة على لسعة أخرى تقول ليثبتي الله خطفت أشق النور نحو لقائنا وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة ولما رأت شملي يلم بشمله كستن الردى من قربه بالمحبة ومن فتنة في العشق ومن فتنة في العشق غلقت بابها فما ظر أني قد هممت وهمتي فنقر ولا دف وسكر بلا طلع تمايلة الأرض فصف نقر ولا دف وسكر بلا طلع تمايلة الأبدال في صف حضرتي الله وعطر ولا ورد وضوء شموسه أفن ولكن في الفؤاد تجلتي تناسلت المرآة والشكل مفرد لتضحذ وهم الشك عين بصيرة وعاكفة فيها أقمت ثلاثها ومن طفأت للآن عيني وشمعتي وأبرمت عهداً بين حق معاند وشكر ما سهمي بقوس حقيقتي وأشهدت وانغاب على ما أقوله ووقعت مغشياً علي وثيقتي وغائبة أضطر عن بئر يوسف لأفر غصاع الحب من كيد إخوتي يا الله هو الحاضر المسؤول هو الحاضر المسؤول عن كل حالة يوزع أهد الحال بين الرعية هو الوحي يتلوني على البئر زمزم لينطق طغر الماء من لفحي صرختي على ذرزخ الدنيا أذوق أجاجه ليعذب طعم الموت في كل قطرة أنا الذبح من عهد الخليل يحيلني نذوراً لتبنى للمريدين كعبتي الله عليك سلام وعاشقة منذورة من ولادتي وفاتحة الأسماء سر هويتي ولا فخر أني بنت بحر حقيقة سليلة تيم من ربيع السماحة له الفتح فتح الفتح في كل خطوة على خطو بحر الحب صديق أمتي هو السيد الشيخ هو السيد الشيخ المغيث زمانه بإذن رسول الحق قطب مجرة هو الكل كل الكل كل بكله فما ثم إلا الكل يا كل وجهتي فمنه وردنا ما يفيض بورده سأملأ تأويلي لجمع تشتتي ليشهدني ذاتي تغيب بذاته كما غاب لون الماء في كأسي خمرتي فلون الأنا مني بلوني عنانه أبي شاهدوه الآن صوتي وصورتي أبي شاهدوه الآن صوتي وصورتي وأنعم به من الصوت وأكرم بها من صورة جزاك الله خيرا على هذا الإبداع الجميل شاهدين الكرام نخرج إلى فاصل ومن ثم نواصل لا تذهبوا بعيدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفتعلها وقامها حربة عجيبة جدا ما بين الرجل والمرأة في الشعر ما بين الرجل والمرأة في الإنجاز ألا يمكن أن يكون المشروع الحضاري والبشري مشروع تكامل وتضافر لا مشروع تناحر وتبعد هذا هو الأصل لأن المرأة قديما أثبتت وجودها في كثير من المواقف وكثير من الاتجاهات الصعبة المستعصية التي من المفروض أن تكون رجالية محظة استطعت أن تثبت وجودها ولعل القديم خاصة من العصر العباسي الأول والثاني قبله الأموي النساء كنا يكتبنا الشعر ولكنهن لا يظهرنا للإعلام عاد الخنساء في الجاهلية فهذا من الأشياء الذي جعل الكثير يعتقد بأنه لا شاعرات وأن الشعر هو رجالي لكن المرأة في كثير من الأمور الدينية والفلسفية كانت موجودة أثبتت نفسها ولكن لا أعرف لماذا التاريخ قال أنه يكتب بالأياد الرابحة والتاريخ ليس ما حدث التاريخ هو ما يريدون لك أن تعرف لذلك أرى إجحاف كثير في تقديم المرأة عموًا في جميع مجالاتها بالطريقة التي تستحق وبالنظر إليها كونها هي الجانب المكمل للرجل لو أخذنا على سبيل المثال الذي دوخ وحير الفلاسفة والأدباء والرجال الدين وغيرهم محر الدين ابن العربي إلى الآن حتى تدخل إلى نصوصه إلى الآن العركة لازالت مستمرة وحتى تدخل إلى نصوص تحتاج أن تتحسع إن رجال الذين القلب ويدكرهم هم النساء وهم أهلي وهم آملي فمن كانت شيخته؟ كانت امرأة نعم كانت السيدة فاطمة شمس الفقراء وذكرها كثيرا في كتبه في المواقف والفتحات وغيرها فلماذا لم تقدم هذه المرأة مريدها يعني مشهور ولكن هذه المرأة أليس من حقها التي كونت هذا الرجل وقالت عنه ذات مرة أنني ما رأيت مثل ابن العربي كان إذا دخل علي دخل بكله وإذا خرج ما ترك منه شيء وإذا خرج خرج بكله ما ترك منه شيء يعني شيء كثير تحدث فيها هذا الرجل عن شيخته ولكن الأقلام أو التراط أو في إجحاف تقديم هذه المرأة هذا كنموذج يعني وقس على ذلك الشعر وغيره يعني إلى الشعر من جديد لا أعرف أنت ذكرت ذكرتني بالمرأة نعم وكنت سأقرأ قصيدة وطنية الآن أفضل أن كما قال ابن عربي كل ما لا يؤنث لا يعول عليه لا يعول عليه ولأن القصيدة أنثى سوف أحاول أن أقرأ قصيدة جبريلة المعنى هل هي متوفرة الآن؟ نعم متوفرة تفضلي نعم بما أننا تحدثنا عن المرأة جبريلة المعنى وجبريلة المعنى وضوح ضبابها بالمناسبة كتبتها في مرأة معينة ولكن طلب مني أن لا أذكر حتى يبقى التأويل كل يؤولها كما يشاء لكن الذي يهمني هو التأنيث هنا جبريلة المعنى وجبريلة المعنى وضوح ضبابها نعم على مجمع البحرين مر سحابها لها مسخة في اللوح تبدو مجرة يا سلام جنى سحرها دان تراء شهابها ولما رأيت النار أكمل آية مواعد يمحى بالحضور غيابها دنوت استراقا أستجير بفيئها فنزى نديا في خيالي ترعبها أنا مختلاسا لإقتناص كناية فأغف انتشاء بيد أني أهابها يا سلام بدوت كإشراع الأياد إذا بدت عيونا تلقتها ضماء قرابها لقد كنت أكتاف الجرار إذا همت وأغلى انسكاب الوحي ذاكا سكابها وإني نشوى أنتقي شرب خمرها فكيف بسكري حين صحوي شرابها يا سلام تنادم أوراقي هوامش كأسها فشبت حواشيها فكيف كتابها أكانت رواء الروح في كل قطرة فكل سماء خطك في شعابها نوافذها الزرقاء نوافذها الزرقاء شارة سالك وبعض دروب العارفين حين هضابها بها هيبة كالكشف شيخ طريقة سيشعل أنواع المجاز ثقابها تناهت أقاص الغيب حتى تكشفت كرؤية تبدى بالذهاب إيابها وفي حالها فادخل مقاما به ترى كأن عناقيد النجوم قبابها لها سر قبل القبل من بعد بعدها وأقدم من لون المروج خضابها سماوية الأسماء من قبل آدم على مسمع التأويل كان جوابها لها من زجاج البوح فتنة عاشق إذا شد أنظار الحسان حجابها إذا أغم أتنايا تجل بيتمه وإن اختلاج العاشقين عذابها وتحيي سجود الحب فينا تمدنا نواعير صح إذ يشف ضبابها ويفرد إكليل التوسل ويفرد إكليل التوسل شالها بكل معاني القرب يحل سيابها وكم أتقن الراؤون طبع عناقها وكل لقاء قال إني رحابها يا سلام دعتني يكوني فاستحلت لحظرة علي دخولي شاهد ما جوابها فنيت فلا أدري أصوتا فيا ترى هذا لقاء أم تراه خضابها فيا أيها الإنسان أنت سكينة كغفوة ماء يستقر حبابها لها من مراي الجود هذه فكرة أنهر فمن فرط إعطاء تندى يا بابها وكم تشبه الشطاء وهي فقيرة مواطنها قلت الرمال عبابها أعيد لتابوت الكلام ضياءه فيخفي مشيب الأمنيات شبابها أعمد أسلوب المريد تأدبا فجبريلة المعنى سيأذن بابها سيأذن بابها ما أجمله أو ما أجمله من إذن أستاذا فاتحة حياك الله أن يجزيك خير الجزاء على هذه القصيدة العالية ربما هذه القصيدة بلغتها الرصينة المتينة المسبوكة بإيمان منقطع النظير بالعربية بجذورها الممتدة في عمق الأرض الضاربة التي لا تقبل القسمة إلا على أبنائها هذه الأرض الطهور هذه اللغة العالية اليوم نفتقدها لدى كثيرات وأرجو أن لا يفهم من قولي أنني أتجنى عليهن ولكن الحقيقة هناك خضوع حتى بالنصوص الشعرية وحتى بما يكتب من أدب ربما كان لدى الرجال أحيانا منه أكثر مما يكون لدى النساء نحن بحاجة لمثل هذه اللغة العالية هل أوشكت على الانقراض؟ أنا أرى هذا عند الكثيرين الكثيرات والكثيرين أننا أصبحنا الآن كل ما يروج له المبتذل والبسيط والذي العامي والذي لا علاقة له باللغة علما أن اللغة العربية أنا أؤمن بنظرية المؤامرة خاصة في اللغة اللغة بالنسبة للعربية هي ليست مجرد لغة خواصلية كأي لغة أخرى عند غيرنا من الأمم والشعر البسيط جميل هي كائن عنده روح لأن لا أعرف اللغة عندنا تساوي السحر والدهشة فحتى تحدي النبوة بما أن الإسلام أو بما أن الله سبحانه وتعالى مدح هذا اللغة وقال بلسان عربي مبين هذا ذليل على أنه في ميزة في هذه اللغة لم تجدها في غيرها أحسنتي هذه اللغة تساوي السحر صحيح إذا كان سيدنا موسى كانت معجزة العصى تلقف ما يصنع إنما صنعوا كيدسا إذا كان سيدنا عيسى يبرئ الأكل والأبرص والآمن ويحيي الموتى فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى بمعجزة في كائن لغوي وما علمناه الشعر وما ينبغي له لماذا ذكر هذا الكلام هذا دليل أنه كان للشعر ما كان وإذا كنتم أنتم تقولون شيئا اسمه الشعر هو أشبه سآتيكم بما هو أعلى منه يُعْلَى وَلَا يُعْلَى عَلَيْكَ مَا وَصَفَهُ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ الذي يفتنك ويجعلك تغيب ويجعلك تشد وتفقد عقلك هذا لا يكون في غير اللغة العربية فهذه اللغة هي كائن له روح يعني روح هذه الروح نتنفسها تعيش في داخلنا فاللغة العربية ليست شيئا هكذا أحسنت بالتواصل أحسنت كثيرا سنواصل لكن لابد من فاصل قصير مشاهدين الكرام نخرج الآن وإياكم إلى فاصل ومن ثم نواصل ابقوا معنا حياكم الله وعزانا المشاهدين وما زلنا في رحلة هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة وفي ضيافتنا هنا الشاعر الجزائرية الأستاذة فاتحة معمري أهلا بك أهلا وسهلا فاتحة من جديد للحب في وطني شعور حاضر قبس من اللهب المقدس جميل للحب في وطني شعور حاضر والآخرون لهم شعور آخر يا أيها الوطن المبلل بالهوى أن تجفوا وقلب غيمك ماطر يا سلام لي في هواك حكاية صوفية للعشق يرويها مريد شاعر أنا صوتك المبحوح في تسبيحه وردي مقيم في هواك مسافر محمومة بالعشق والحمى دواء العاشقين وطعمها بي حاضر والباطن الداء الذي أحتاجه فكلاهما بكليهما متكافر وأنا أسيرة حالة عدوية في الحب يشربني غياب حاضر بي هاجر عتشا الله وإسماعيل لم يعمث برمل الوقت وهو يحاصر فطعمت قلبي حين ضجحنه بحصاك فانبشست علي جزائر الله ما أجمل أنا فرحة البشرى لإبراهيم كف الخصبي سكت وجهابي عاقر أنا نفحة الأرواح في طين السلام نفخت منك فطار منها طائر أنا ظل يقطين التوسل والدعاء وأنا انتظار الحوت وهو يهاجر وأنا شفاء الماء من أيوبه فاركض برجلك إنما أك صابر من أي باب فيك أدخل جنة الفردوس دع ذنبي فإنك غافر واملأ سلال الوقت بالأحلام إن سنابلي خضر ووقتي باكر يا يوسف المعنى ويا دلو النجاة بيضة الأيام وهي تكابر يا يوسف المعنى ويا دلو النجاة بيضة الأيام وهي تكابر أرسل قميصك لانتظار عيوننا ستموت في حب عليك نواضر أرسل قميصك لانتظار عيوننا ستموت في حب عليك نواضر من فورة اللهب المقدس والمفدى صوت حر أوقدته حرائر وعلى فم الآلام يبتكر السلام وتصدح الأحلام فهي حناجر نبتت على جرف القصيدة دمعة الأفراح وانهمر الشعور الغامر وتبنت الأقلام يتم الحرف فامتلأت بآباء الضمير دفاتر نضج الكلام على موائد أهله كرما فضجت بالكرام منابر الفاعلون تحققت أقوالهم فتحققوا فيها وآمن كافروا والمائلون إلى اختصار شعوبهم حجبتهم خلف الشعوب ستائروا الدائرون على الحقيقة حيلة دارت عليهم والزمان دوائروا الدائرون على الحقيقة حيلة دارت عليهم والزمان دوائروا ملتهم الدنيا بما فخروا بها ومن المفاخر تشمئزوا مفاخروا دعنا نزيل الآن بعض ركامهم ونعيد ما نسي الظلام الغابروا نبني بلاد الأولياء حضارة مثلا سيذكرها الزمان الذاكر دعنا دعنا نزيل الآن بعض ركامهم ونعيد ما نسي الظلام الغابر يا سلام نبني بلاد الأولياء حضارة مثلا سيذكرها الزمان الذاكر ونرتب الأحلام نسمح للصغار بأن ينام كل بيت عامر نمشي بلا وجع بلا تعب بلا قلق من الخوف الذي يتبادر نتوكأ الفرح الصديقة ونمتطي خيل السعادة والنجاة حوافر متشبثون بكبرياء الفجر نقترح المسافة والظلام الخاسر نستل من معنى الصراحة عنفوانا بالشموخ وبالسطوع يجاهر وعلى جناح الحق نجرح أفق ذاكرة المدى والمبتدى ونسافر ونطوف في تسبيحة الفلك المندى بالدعاء وألف سر سائر والأولياء مسابح الوقت الذي ملأت يديه من السماء جواهر يتوضأ المحراب من أصواتهم وتفوح من تحت السجود ذخائر ياه أيها الوطن الذي بك آمنت كل القلوب فأنت أنت الضافر يا أيها الوطن الذي بك آمنت كل القلوب فأنت أنت الضافر عاش الجزائر ضافراً وكل الوطن العربي والإسلامي وكل أحرار العالم الذين يؤمنون بحق الإنسان بحياة كريمة وحرية لا تحدها أربابا أو الطغاة الذين يجتهدون بقمع الإنسان وينغص عليهم أن تشرق في قلب إنسان حر حرية تعبق زهراً ينتشر في فضاءات شتى ويكشف حقيقة الإنسان وجوهره الذي من أجله استخلفه الله على الأرض أستاذ فاتحة لكل شاعر شاغل وأنت الشاغل الشاعري تقصد؟ لكل شاعر شاغل يشغله والله أظن أن لا أعتقد أننا سوف يتفق الشعراء للشاغل وهو هم الوطن وهل الهوية العربية والهوية الإسلامية أمتنا التي ضاعت تلكم الهوية التي أعرجت عليها الآن وقلت أمتنا التي ضاعت لكن الأمة حتماً كالمارد الذي بدأ يتململ وسيقوم من نومته إن شاء الله من أجل الهوية في ختام هذه الحلقة رسالة للحفاظ على الهوية من روح امرأة جزائرية ماذا عساك تقولي؟ والله أنا أدعو الجميع إلى حب هذه اللغة وإلى حب الأوطان وإلى حب الإسلام باختلاف طوائفنا ومذاهبنا ومشاربنا ومرجعياتنا الثقافية لكن هناك شيء يجمعنا وهي اللغة العربية والدين الإسلامي لو أننا نلتف حول هذين الأمرين سنكون بخير إن شاء الله وستطبب جميع الجراح إن شاء الله ومن المؤكد أن الخير في هذه الأمة باق حتى قيام الساعة باقي ما بقيت هذه اللغة الشاهقة السامقة باقي ما بقيت هذه الروح الطهور التي تنتمي إلى أمتها وتستشعر الوجع فتوثقه على الورق حتى يصبح الحاضر أفضل والمستقبل ممتلئا بالكثير من الأمل المشرق أستاذا فاتحة لقد أدركنا الوقت في الختام ماذا تودين وتحبين أن تقولي أن أقول أو أقرأ أن تقولي لأن الوقت انتهى هذا أظن أن قلت كل ما أريد أن أقولها آخر شيء أن أشكركم على هذا اللقاء الطيب وعلى هذه اللحظات الآسرة التي سوف تبقى في الذاكرة إن شاء الله وسننفق منها في ذات حنين ما عسى الله أن يجمعنا في فرص أخرى أحييكم في هذه القناة باللغة العربية في بلد أعجمي وكان مؤخرا مهرجان شعر عربي الخامس في إسطنبول يعني هذا دليل على أن هناك أناس تحمل هم هذه اللغة وتسعى بها إلى الأمام إن شاء الله إن شاء الله أنتم جنود أنتم مرابطون أنتم مجاهدون لهذه اللغة عسى الله أن يسدد خطاكم إن شاء الله بإذن الله وبالتوفيق إن شاء الله وكوني دائما على عهدك مع هذه اللغة وهذا الشعر فقد خلقت لتكون كبيرة هذا من حسني ظنكم شكرا جزيلا لك شاهدين الكرام بهذا تنتهي هذه الحلقة ونعيدكم بحلقة أخرى تتجدد وإياكم من خلالها مواسم الضوء وتتفتح الورود في الأسبوع المقبل لقاءنا وإياكم رفقة شاعر آخر ربما كانت شاعرة حتى ذلك الحين لكم أني أطلبوا ثمانيات دائما وأبدا كونوا في شعر وسلام إلى اللقاء اشتركوا في القناة